السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد وان بلاس نورد N20 SE أحد أفضل الأجهزة الاقتصادية إن لم يكن الأفضل تم الإعلان عليه اليوم من شركة وان بلاس نتعرف على مواصفته الكاملة وعلى السعر الرسمي الذي ينزل به لكن قبل أن نبدأ لا تنسى الأعجاب بالنقر على الزر لايك إذا كان لديك أي استفسار اكتب لي تحت في التعليقات أما إذا كانت هذه أول مرة تشاهد قناتنا لتضيع هذه الفرصة اشترك الآن وفعل زر الجرس لتكون متابع لآخر الأخبار وتطورات التكنولوجية أولا بأول الآن 20 SE يأتينا مع شاشة كبيرة بحجم 6.6 و50 إنش مع نسبة استحواذ 84.2% الشاشة هنا من نوع IPS LCD وتدعم ريفرش ريت 3.90 هرز الظهر مصنوع من البلاستيك والفريم أيضا مصنوع من البلاستيك كما نجد في الظهر مستطيل يحتوي على كاميرتين خلفية وفلاش LED الكاميرا الأساسية تأتينا بدقة 50 ميجا بيكسل وبفتحة عدسة F1.8 أما الكاميرا الثانية فهي كاميرا عمق تأتينا بدقة 2 ميجا بيكسل الجهاز يأتينا مع كاميرا سيلفي تأتينا بدقة 8 ميجا بيكسل وبفتحة عدسة F2 وبالنسبة للأداء هنا نجد معالج من شركة ميدياتيك الهيليو جي 35 بمعبارية 12 نانومتر هذا المعالج رأينا كثيرا العام الماضي مع أجهزة الفئة المتوسطة الأداء سيكون مستقر ولن تواجه معه مشكل بالنسبة لنسخة الأندرويد نجد أندرويد 12 وبجهة أكسيجين ويس 12.1 البطارية هنا تأتينا عمليقة بحجم 5000 ميلي أمبير والأهم أن الجهاز يدعم الشحن السريع بسرعة ثلاثة وثلاثون وات تجربة الشحن ستكون من صفر إلى مئة بالمئة في تسعة وستونات دقيقة بالنسبة هنا للوان بلاس نورد N20 SE يأتينا مع مدخل USB Type-C يأتينا مع بصمة على الجنب الأيمن يأتينا مع سماعات ستيريو سبيكرز سماعات خارجية ذات جودة عالية ويدعم مدخل 3.5 ميلي للهيتفون جاك كما يتوفر بنسخة فقط 64 جيجا مساحة داخلية مع 4 رام ويدعم مدخل SD Card يعني بإمكاننا إضافة مساحة داخلية أما فيما يخص الألوان فيتوفر بلونين البلو أواسيس وهو اللون الأزرق الفتح المتدرج والثاني هو السلسطيل بلاك اللون الأسود هذه هي مواصفات الوان بلاس نورد N20 SE بالنسبة للسعر الرسمي الذي ينزل به الجهاز هو 149 دولار سعر ممتاز جدا مقارنة بهذه المواصفات أصدقائي أكتبوا لنا آراءكم في التعليقات حسب رأيي يعد أفضل جهاز في هذه الفئة السعرية لسنة 2022 في الختم أشكركم على المتابعة تمنى أنكم استفدتم وأن الفيديو أعجبكم لا تنسوا اللايك سبسكرايب وفعلوا زر الجرس ليسلكم بكل جديد أراكم في فيديو قادم إلى اللقاء وشكرا